من الآراء وحاد عنده أسئلة يطرحهم على المساج والله زاد الكومنت والله زاد مملي أربع صبع سلاء حقيقة صبع الفيت شد انتباهي قضية مرض الرئيس عزيز ومحمد عبد العزيز حقيقة ما كنا نجمع معها تمانينا قامت قضيته وتضربت الأخبار حول حالته الصحية شفان عاجلة إن شاء الله وقالونا عن حال تنزيف وخطير وش من المسايدة كيف؟ وحالة عزيز الراجل من الخرد المستقبلة عزيز راجب واضيقا ندره كاميرا وقام مريضا وقام مريضا وقام مريضا وعنده مصنقه محترم وستطرح إلى الهوامر وستطرح إلى الهوامر وغيره لا يسجن احتياط و لا يحزنه و قضية العنة اي انسان قاعد مسجون يسبق محكم عليه بأي حكم من الاحكام عنه ما تعطاله حرية موارسة الرياضة و خروج الى الشمس و التشمس طبيعا انسان يعطي ستة شرف قربة ضييقة يدوري مرض هذا طبيعي و حقيقة ان تعاون مع مرضه كان راخي للأسف اندل على شي و اندل على هذا الموحول كان راخي و له محترم و نرجو ان شاء الله من الله انه يسر اموره ولا انه يجبر شمال عدالة عدالة قام هيفام يسر الامور ان شاء الله بحالة يدوه بها حالة بعد يعرف حالة الصحية اما قضية استمرارية الحكم عليها بالسجن دون محاكمة هذا بلا معنى عن تمثيلية متى تنطلع على اي موليتاني راهر المولاني اللهم إلا انسان كاذب اعراضه و فيما املي شد انتباه شوي قضية اعلان وعدل عن مرض الرئيس الحالي وهو اصلا معروف على انه كتومي حتى على حالة الصحية والله يتمنين يطير في طيارة و يمشي شراه دون الأراضي و يعد الفحوصة و لا يسولوا احد عنهم و لو سولنا نحن فهو يدوه على حسابنا نحن و لا يستشار فيها حاجة حاجة بداية حكمه نقال على انه ليس سيد حرام إلى ألمانيا كانت مفصوح عنها للاسف حاجة لا نعرف و لا نعرف و لا نعرف مهم قالوا انه يساعد عن الرئيس على أن نسافر على نفقته الخاصة شر ألمانيا و لا نحن نحن ميزانيات و لا نعرف ميزانيات و لا نعرف مليارين الإمارات لا نعرف من أحد كانت خطأتونس و لا نعرف الفضل دخل هوندوك و هذه الفضل دخل سنيم و هذه الفضل دخل وذو صفقات القاز التي حدثت بدأت تسيل و ما بالك عن البنك التي لا يطبعها في ألمانيا التي لا يطبعها و المساعدات و المساعدات لا نحن لا نتواجد حسابا أحد لأننا لا لدينا مصروفاتها صرفها لكل ما فاتوا و عادوا ينباعه بألفين و ألف و خمس مية معناها ما فهم مثلا رقابة كواضحة ولذلك كان يجد يبكى بحضن طيائر ومشي الدواء ما أعلم بها حد و ذانيا قضيت مرضه طبيعا أنه لا يخرج لأنه زمن جايح و أنتم واحدين في المهرجانات و العالم كامل له زمن المغرب هو شهر و نص أنا عندي صاحب أم واحد شهر و نص واحد في المغرب لأن الحدود يقفوا و أنتم واحدين من المهرجانات لذلك و عندي لذلك شهر و ساعد فهم يحشد ضيو جماهير و هذا المنزل بئد المغرب وغرب ما الذي يلمك بغرب هو مغرب مغرب سوء سنبك إنهم هو لذلك أنهم لا يزال من المغرب لأسف قضية أخرى التي شدت انتباهي لأسبوع الطريقة السوقية وطريقة البذيئة التي فضت بها جموع تجمهرت لا لشيني لحبها لرئيس السابق محمد العبد العزيز وجينوا أهالي وأغرباء لا أفهم عدد كبير هائل لا يوصل للف زوار يأتي سجل وحضوره ويوقف حذر الطب وين يعود المقرب يصالي المقرب يمشي لا أخبرنا لا يطبع الدولة تامة قواتها وجيشها ومصادرها البشرية كاملها مجمولة فيه لا تتل بذلك الواقج ويقوموا برددها ويجلبهم في الصنق ويقوموا بجيشها وضعوا بجيشها حتى تأتيتم الوصول هذا مرسل صنعات فيها عجيب وغريف لقد وجدت أن تنفذ واحد لا تقرأ كراعك لا تقرأ هذه القضية جائلة جائلة ووغير الروايح ولم يقوموا بإمكانهم في عزيز الأحرار موقفهم بكل شجاعة ومشجعهم على المقدّة ينفضوا عنهم دراعة الذل إلينا إيجوا بعد موقف إنساني الذي عاد هامو ينقرض فيه كتراب إذا لم يكن فيه كتراب وحدها ما هذا النوع من الحق رضي النوع من الرويات ما يكن يخلق في سنةقال هذه الدنيا ما يخلق فيها ما أقامت القناية لها أعلم مولانا شفتوا هكذا الطفل الذين كردوا في سنةقال كردوا ما كيصار ألا أطاوهم مهلة عشر طيام قامتهم من غنيدها لأن هذا الظلم والحكم تعسفي والسجن تعسفي هذا شيء من الممارسات البائدة اللي أكل عليها الدهر والشريب ولا تلحد يوحل فيها أذقتوني ماذا زمنه قلتون على عن عزيزة على عنه لن نرجع شوي قوس قضية عزيزة على عنه محكوم بسبب مثلا نهب المال العام وذنهم الأمور ما أفهم أي مواطن مهما الحق من السقر في السن تنعته للحكومة كامل اللي تمدلوا فيما السبع ما قالها كامل شامل كامل شامل اللصوص وشفت شاملنا تعاليق في بوستات مختلفة يتكلموا يقولوا لك عزيزة 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 نهب المال العام الصاحب الثاني اللي تالقوا الرئيس الحالي مولو ما ينكرد هو مولي معلها القضية لا عاد فهم من الانلوجيك والله فهم منطقة قد ينتلب منطقة ما تتلقى خارج فزا لما هو ما تتلقى منطقة للأسف وكل حد يعال عنه عبارة عن تصفيد حسابات وعاد مولي يمشي عود من ركاكل لأنه يحقق على القضية نوع من غياب الأخلاق غير مسبوق في حراتنا في مجتمعنا البسيط كيف مثلا هذا الفضل الجموع اللي كانت قدامها قصر قصدي طب القلب شامل الثكالة اللي جايين كنو أقول لهم مجلوط ولا يعرفوا حالة الصحية شامل لهم عنه الزامة محبوس شامل الملفات الرديئة سيئة الإخراج ما فهم أي مثلا قواعد قضائية والله 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 أي شي قد يعود مثلا قد حد يجبره وقع مخرج واضح لأنه فهم جماعة تودور تصفيد الرجل هذا ما هذا ما يخدم أي مواطن لا يخدم أي شعب لا يخدم أي حزب لا يخدم أي فكرة ولا يخدم أي توجه سياسي لا معارضة ولا مولاة ولا أي حد من هذا التوجهات نحن ضد أي شيء نقاله بسات حد كامل هذا ذبت عن الفساد ضده أنا هذا زمن العشرية تعزيز اللي عدد الجنوب موريتاني على الأقل كانت بعد قاع عشرية قاع كنا قاع عندنا شوي من الأخلاق كان كان يعارضوا حد والله يقلل معاه الأدب ما يحبسوا هذا المسائل اللي كانوا في عزيز زينات كانت الناس تقول كلامهم بكل حرية ولو صايب لهم الرجل ما كان صايب للكلام العاد كان يحوش الفضل رفسه لقع موحلوا عنهم ولعاد أم اللي كان يبني لكن اللي ابنه يكبه تشوفوا فم طرعوا فيه يسوى قاع فكاته وقاع منفوخة والناس لم يفهموا عن هذا العالم ياسر من هذا العالم القربي فيها الفساد يقل فساد منظم عبارة عن فساد يجوش المشاريع يتم بعدهم المشاريع لا يطيرونين يطيح شوية من الوايات بطريقة فنية ما يجد حد يكتشفها يقلسوا شوية ملايين دولارات ما يعلم بهم حد والشعب جبر الحيوان جبرت مهشآتها وكل حد جبرتها جبر إلا عاد عزيز عدل مثلا فساد تسير قطعا بالله مشاركة معاه فيها مادة مادة لا المبيناتكم لا الحكمة اللي حال والشيحون الرئيس اللي حال اللي عليهم معناه فونا من قضية الفساد فساد لما يجي مادة أخرى تحاكمكم كانوا يتوعد مملي مادة يديها بيض ما قطعت أبدا عاد تقبل شيء فهم هذا حد يفهم حد ما يفهم ذلك القضية ما يفهم شيء ايوه صراحة ويقعدوا ما عندهم مثلا امتيازات يلجموهم لأن حد يجبر امتيازات لا يسحب وليه مدكرية وليه مدكرية يكردوا ذلك عني قولانا ياسم الحق لأن النساء يغتص في طاجين ما ترى ليه أبدا يشين ولا يقول فيه كلمة خاسرة وكلمة قال لكم ملسد يحيا قال لك نيتؤد الدوه كان عالم عالم حق حق والله لا عالم بنافو عياط الجماعة والعلماء وقعدهم وطرحوا مطاجين وينه يرتعوا وينه يشبعوا كلهم يطنطن اطرح عليهم حكم حكم في مسألة معينة والله الربا والله البنك ويكونوا الأمق انت تشوفوا يتبارك يلوي لك عناق الآيات ويحاول لعنه يورد ويحلل ويشتير لك الحكم وينه يخذ لك منه شي لك مكتب عرف على عنه لا من هذه العلماء بنافا التي قادرهم بسدي أحيا ولا ينفع ولا جايب على المشي حتى مولي هم العلماء يقعدون فيهم بنافا معلومة المعنى المعنى التي كنوا فهم القرسات التي كنوا فهم المهسل التمزيلية قابل خلاص كبر منهم وقابل مقاعدة يحجب بها ياسم الشعبرة ويسكت عن الحقوق هذا خطوني سيكون علي حق في ذن المواضع الشيطان ماخرص وارد في حديث عن المنكر عنه يقير بالقول هذا الناس الذي يتكلمون لكنهم بحشوش طويلة يأتي تم يقول الحق يقال تم هامكم عنكم الجبو مد من ملائكة تم جفتون جايبينهم لا من الشعب الأدخن الشعب الأدخن هذا والله الكائن الأدخن هذا كائن غريب أنا هذا حاولت عيني درسه كامل موليتاني يقال هذا الدخن أنا يعجبوني يعجبوني لأنك نتشوف سنة قال هاي الشعب مختلف شعب مذهقف عندهم رؤية يبنوا ماشيين في طريق واضحة لهم نتسول معنا شن هم أهدافهم للسنة الجاية يقول لك نحن واحلين نقع في السنة اللي نحن فيها حالا واحلين فهمهمهم ومشاريعهم واضحة يقدوا يشرحوها وما دبي إكسبو منها ببعيد الوافد السنة قال في دبي إكسبو حد صنت له مده مدينة أوتونوم مدينة تعمل بالطاقة نظيفة مدينة أما أتكلمكم عن خيمة والله شم لوزار والمغرب جاي معا شم مشاريع وفاتوا ورتعوا في ميزانيات الخليج ومشاريع مستثمر عمار عدلوا مشروع عبير رقرق كبير نحر كبير تعملوا مستوى بعض الروح عن فرصة ونصبع ونقضوا مياه بين الدرق يسح يقولي يقولي نحو عرق لكم ذي إتو يقولي وعندما وكل من نحن وكل كوانه فيه قرداي نحن الشعب عجيب وغلي تم واحد يسرق يسرق يعني ما تفضل ما تلاعرف من يديرها عن راسه رايح لك هوك مزرب على طيب فيها شمال الملح وفيها بركة من البحر والمل مالح متنقب منها وتلهموا يحياطها ويزرق فيها شوي من بريك ويجلط لكامره ويجعل عليه باب من ببانصين وينطرح لكم قدامها جمال الله هنين حير هذا هو ما بلقع لبناء للأسف أنا والله لا داعيكم لا دحنا هذا شوي داعيكم عنكم تخموا هالكين قالوا الكين لا تخم ولا جاي من الضحك ولا جاي من الجوقة كنت أختم عود عندي مواضيع أكثر جدية لا بدأت نجبرها أنا كنت أخم أنا لقبض الواقع الموليتاني نسخطوا على شمال العلوم كيف تلك مكرو أكونامي كيف تفهم 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 ما هو؟ للأسف نحن كنا عينا الفوق وراسنا التحت نحن لا عيشين مرجعين فهم العيش تخبزين فهم هذا حدث يقول الراس والذين قبضت من العزة ونرى واحدين فهم في بريتاني يقول لك شلوحة عينوا على المغرب أخيتي عالموا لشعب أجيبوا طوف وعيبوا سنةقال لحدهم شعب عنصري ولو لا نختم نعمم فهم ياسمنا الساكتين فهم يقولوا الغالبية الصامتة وذيك اللي ضيع أصلاً المجتمعات ضيع الأمم عندنا تقدم الدف باتو وتم ماشي يقبض مكسور يام واحد يقبض مصمار والله برسز وطيق عربية باتو القاج واحد يقوموا اثنين حاولوا عنهم يبدلوا ذا اللي والله يكردوا عن ذا يعودوا هما هوك وتحتهم واحدين هما اللي قريبين منه يقولهم كردوا من هذا مبين معجوكم هذا ما يعني هذا هو حرف رأسه حرف رأسه هو اللي عرض بكم كاملي وذيك الغالبية اللي صامتة هي اللي دايماً تقبض جميع المصير وتنخبض على الشفيق وليس كنا وتم واحد من معالمين يقول قط في قبر بالأسف و... ما نقوله نحن دولة متخبضة وحالاً مقبضة لنا ميزانيات الدولة كاملة وقوة الدولة تامة مجرانا محاربة تراجد واحد وبالباطل المدين كانت تفهم محاربة حق الفساد كنتم معه نحن ندور ونعرف فضلتنا من نقاسد ومن دولة نعرف هم اللي قاعدة ميزانيات اللي مبيني ايديكم حالاً ثم أخذ المسقمي من نقاسد ما قد نطلع حد ما نعرفه شباب حد ما نعرفه ما قد نطلعه لا بدان نطلع لا حد اسمه تامة عنده إدانتة واضحة وحد ما اللي يطلع نختار يعود نعرف حوار مثلاً للاسف فلا أنا عندي ياسر من نقاط ومغلوقة نفسي كيف مريتاني حر كامل ونختار نقول ياسر من الوايات نشوفهم ونطلع عليهم يقير للأسف الوقت اللي يتخطأ وذا الشاطر اليومياً جاء ما تتكلم عنه تمر اللي كانوا رحمك فاتوا رتعوا فطاجين لكن الناس فاتوا يتخبزوا من الحياة هذا ياسر لا نقدم عدوا ولا نقدم حصيه ولا لي عدوا حد يقيلت حرار البلد يتم حد كامل بتلفونه حد كامل بقلمه وحر ملانة وقال هو العنو معدد الملانة يتم اللي يشوف باي مي صالحة وليهم عدين وليهم ع القيم يقولها بكل حرية ولا نختار نسمي أسامي يقال خالق طفل هنا تشاج قدام الطب أستاذ جامعي صديق عندنا هون قال كلمة حقاً إن أراد بها وجه الله الراجل قال ياسم الكلام بحق حق اللي ملاه يقولوا لا نينفوت يعود ها ما نقول شي حق حق عنده ذا النوع من الكوادر هو اللي نداره كادر ينفضن بان عام فمو وليهتم يتلب يتخشش يدود وظيفة رازق ملانة ها ما نداره من نادم اللي حالاً قاعد القصر اللقمة كانة ما كانت برمونا عنه يسرطها ما هو يسرطها معنى عنكم حالاً يقعدوا تحرموا لنا وتعلموا الشعوب المناطق المجاورة اللي تنفض ذنبان عنه في فامها واللي تتكلم وتقول كلمة الحق أخطوني حالاً ما قال كلمة الحق لي يخلق لي تخلقوا اللي ما قلتوا كلمة الحق وثم لا يقول حالاً كلمة الحق خالق ما سيقعد حالاً يفهمها خالق السب والذنب ذوك الأمور وتتبع عرات الناس وكل أمور لا كانوا معينيني ومعاني بعد زين عندي عن خالقهم واحدين واحلين فلاك اللي واحلين فيه منه لأنهم يطالعون على السوقات وذنقاصة لأيام يقال لا أنا تو ما عندي ثقافة عن السب وخالقهم واحدين لما تماشي معهم يقولوا حق ما الله قال لازين عندك لهم حتى لأن الوضعية مزرية طيب في البرلمان مؤخراً شرفت مولي ركي براسنو أخر قد فهم على صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حد يتم يحاول العنو بعد صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عن النوع من المجادلات ورئيس البرلمان قاد يكرزهم إنسان المدعي يقول كلمة ما يعرف منين تبلغ بيه من قضب الله فيخاذوا فيوضعوا في قاعد جهنم والله يهوي بها سبعين خليفهم في قاعد جهنم وإنسان المدعي يقول كلمة لا يلقي لها بالا وطلعوا في الجنة فهم إسان يعرف عن هذا الكلام اللي يقول عنه مسؤول عنه هذا الكلام مؤكد هذا الكلام اللي ماشي حان انتو فكترا يا الله عليك والملكين اللي على الله عليك اللي يكتبوه هذا الكلام مؤكد خالق شين الكلام يعود هو سبت 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 إنسان قال رسول الله عليه السلام من ضمن لي ما بين فكيه وما بين فخي ذي ضمنت له الجنة وقال رسول الله عليه السلام في أحد أحدث لا سحضره قالوا هل يلقي الناس على وجههم في النار إلا حصيدوا ألسنتهم الكلمة مسؤول عنها الإنسان ويعفي علينا ملانة في أوقات فراغنا وفي هاسم المستعيل يقلق توني كلام مسجل عليك الباطل ماشي تقول سياد الرئيس عدل وكذا ويعود هو أحد فيه لا يقبض على ظهورة الشعب الديون يقبض على ظهورة الشعب الحقوق ومخليهم يواجه مصارهم ما الله أعلم ملكد عليهم في المبجيات ومشي لهم بوليس والجندر ويعيحلك حد حركة ديبا ما جاء كونترول وانه يقول حد كلمة مينة لاحق أخلاقه هو ينضاف الحبس هذا بلا معنى أنه يتناصروا واحد راسع كلمة تقول حالة ومشي من فم مزهو ورافد مناكبك تقوم بلا معنى تقوم بلا معنى يقوم بحر ملانة يقول كلمة الحق ويوحل فيها وحد كامل يقول كلمة الحق يسوهم قضية الشعب الملتاني والأدخان قاعد بصفة عامة استحضرتني هنا مهمة لأن الناس لا يلقي الهبال هي قضية عن شاك عنهم لا كافي واحدهم يعد بولادهم ويعدوا صالحين ويعدوا صالحين ويعدوا صالحين ويعدوا صالحين ما ربهم تربية صالحة ولا قررهم ويصبح واحدهم بدل من يصبح يدعينه ملانة ويطلب الملانة ويصدق عنه ويطلب الملانة عنه إن شاء الله يثمر ويعدوا صالح ويدعينه ملانة ويدعينه ملانة دعاء صالح واحد فيه نهار كامل يقرجي بالدعاء كل نهار صبح صبح يدعي علي يعطيك المنية يعطيك كذا وكذا ربما هذا الدعي ربما تصادف وقت استجابة ويكبر عقب الظهر يقال تقابلوا دعوات والديه والله زاد دعوتهم عليه دعواتهم عليه إنه يخل المسيكين هذا خطير ختاما كنت نختار نطبر شفيف كائن الأدخن لأنه كائن حاجة عجيب وغريب ثم حداكم المغرب حداكم حتى مالي للإحذانة أقدم منها سنة قال له هذه الحذانة للعدل المشاريع عجيب وغريب أقبلوا مشاريع المغرب هذا 2022 خرصوا من لزانيات اللي يتصرا فيهم وخرصوا كم بارق كم من مشاريع اللي يعدلوا هذا ما يقلوا إنجازات وحشت فهم الجماهر ما يصرفوا في المزانيات كيف تفلسطين جمعنا لهم بضيحة القرن جمعنا لهم جمعنا لهم كياس من كياس موريتاني اللي تعرفوا جمع لهم نحيسة جمعنا لهم نحيسة عدلهم مهرجان صرفوا نحيسة لهم مهرجان قاتل المجال السياسيين أعطاتهم سبع ملايين كانوا يجيب سانك ترامنديس مراكبين نحن شعب عجيب هذا يغتوين فهمهم ما هو أنهم لا يراعوا فيه والله يراعوا فيه ساكتين رافضين باقهم فشين قالوا شكر هذا مقاصر لي هذا أنا يحيارني هذا الخط بسمحالي يجب في الليل أنا عجبني بسمحالي يولد عقب الظهر ويعود بليد ويعود بنيته وتكبر والله يكبر وتشوف في جهاته ماشي مسيل عمد نفته بكل الأرض يرقب فيها كماموا يقضلهم فيها يقوم يزقي يمدح شي من لصوص هذا يخطوني ويعطي إذا كانت تغير المنكر قالوا لهم ويعطيون كمانا قلوا لهم ويعطي المنكر وكانهم يقولون عنه كذلك هناك الأدخال في موريثاني موضوع ويقوموا مطلق ويقوموا أقدر شخصاً لك وأمساج لك ويقالت في هذا الوقت أقدر شخصاً إلى دبلته فأنت أترى أن أستطيع أن نطلب محظوظت لأنه يحاول لأنه يعدل لا يتعلم أحد يتعلم أنه يقلق أنه يتعلم أنه موت الشهر هو شك عنه وقد قلت محظوظة ومثتهم جميعهم يناغروا ومجرروا ومعطلوا لهم وفقاً إن كان قاع أطالف شغل أخرى شغل أخرى قعد لأحصل منه أكثر من اللي طالب للأسف مواضع ياسر إن شاء الله أحاول على أن نكثروا شوية طلالات شكراً لحضوركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته